السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الشاهدة الإعدادية أهلا ومرحبا بكم في آخر جزء إن شاء الله من الوحدة الثانية شدة الطيار أو خصاص الطيار الكهرابي سنتحدث عن المقاومة ماذا المقاومة يا جماعة؟ المقاومة إن أنا أمنعك إن أنت تعمل حاجة يعني إيه أمنعك إن أنت تعمل حاجة؟ يعني الطيار هو ماشي في السلك بنمنعه إنه يتحرك يبقى الممانعة التي يجدها الطيار أثناء مروف ماص وماص ده سلك أو أي حاجة بيمر فيها الطيار الكهرابي يعني مادة تسمح بمرور الطيار يبقى المواصلات أن تسمح بمرور الطيار او، إيه ثاني و發 Y النسبة بين فرق الجهد والشدة طيار القوميتر المقاومه يوصل على توازي الاميترnik يتحدث قياسه ، will getisser約 وحده المقاومة يوصل على التوازي كنا بنقيد شد التAP soul وقد وصل على التوازي كنا منقيد اسفار الجهد وقاف بالسفرق بالفولتاميتر و Completely u مقاومة موصل يسمح بمرور شدة طيار مقدرها واحد أمبير عندما يكون فرق الجهد واحد فولت يبقى الأم ده تقريبا أطول تعريف عندنا في المنهج مقاومة موصل يسمح بمرور شدة طيار مقدرها واحد أمبير عندما يكون فرق جهد واحد فولت إيه أنواع المقاومة؟ المقاومة نوعية يأمة مقاومة سبتة ودي قيمتها معروفة يأمة مقاومة متغيرة وبيقول عليها ريوستات أو ريوستات منزلق ودي قيمتها متغيرة يعني أنا بغيرها حسب ما أنا أعايز زي مفتاح الصوت زي في بعض أنواع مفاتيح المصابيح ممكن حضراك تزود وتقلل الإضاءة منها طيب يعني إيه مقاومة متغيرة أو ريوستات؟ المقاومة المتغيرة مقاومة ممكن نغير المقاومة فيها عن طريق تغيير طول السلك وذلك لضبط شدة الطيار وفرق الجهد وذلك لضبط شدة الطيار وفرق الجهد إزاي يعني؟ الريوستات ده بيتكون من إيه؟ تعال واحدة واحدة نتكلم على الريوستات الريوستات عبارة عن سلك معدني ملفوف سلك معدني ملفوف حول استوانة من البورسلين طيب يبقى السلك ده استوانة من البورسلين دي يعني يعني مهم إن هي استوانة تكون عزلة والسلك ده حنعرف في عيدته كمان شوي طيب ساق نحاس ساق نحاس شمال نحاس عشان يوصل الطيار الكهربي عليه زالق أو صفيحة معدنية يعني صفيحة بتتحرك مين وشمال؟ إيه الفكرة بتاعت الريوستات؟ الريوستات فكرته الأساسية إن المقاومة تتناسب طرديا مع طول السلك بمعنى كل ما زادت طول السلك مقاومة تزيد طب وبعدين شدة الطيار تقل شدة الطيار تقل يبقى تاني يبقى الأساس العلمي طول السلك يتناسب طرديا مع المقاومة وعكسيا مع شدة الطيار طب أنا بستخدم الريوستات ده في إيه؟ التحكم في شدة الطيار وفرق جهد طب إزاي بتحكم فيهم؟ عن طريق إن أنا بغير مقاومة وإزاي بغير مقاومة عن طريق تغيير طول السلك؟ طيب ماشي؟ دي رسمة تانية للريوستات ساعة يجب لي رسمة اللي فاتت وساعة يجب لي رسمة دي كيف يمكن نستخدم الريوستات كمقاومة سابتة؟ عن طريق توصيل السلكين A و C بدون الزلق يعني لو وصلنا A و C في الشكل اللي قدامنا دوت يبقى ده مقاومة سابتة لكن لو وصلنا A و B يبقى مقاومة متغيرة كمان مرة يبقى لو وصلنا A و C مقاومة سابتة الـ A و B مقاومة متغيرة تمام؟ يبقى ده إزاي نستخدمه؟ يبقى الريوستات ممكن نستخدم مقاومة سابتة ومقاومة متغيرة فكرة عمل المقاومة المتغيرة زي ما قلنا كلما نغير طول السلك بتتغير المقاومة ولما تتغير المقاومة بالتالي نغير شدة الطيار العلاقة بين شدة طيار و فرق جود ده منولIES عليها قانون قوم وده لازم يجي في الامتحان ايه قانون قوم؟ بيقول ان شدة الطيار تتناسب طردية مع فرق جود عند سبوت الحرارة low the city عند سبوت الحرارة وبقد شدة الطيار تتناسب طردية مع فرق جود عند سبوت الحرارة السؤال المهم اللي Lub quot Elizabeth para прин Trujack كان بيجي يقوللينا فيها إرسم دايرة قانون قوم وده الشكل لازم نصف عارفينه كمان مرة يبقى دايرة قانون قوم ده الشكل بتاعه لازم نحفظه قائز جدا ورسمه بقدينا يعني إيه العلاقة الرياضية دي القانون بتاع اللي بنحسب به المقاومة العلاقة الرياضية بيقول لي مين بتساوي جيم علته مين مقاومة جيم فرق جود تهشدة الطيار الأمبير ده تعريف تاني للأمبير نحفظ الأولاني لكن ده بتنعرفه بس عشان لو جيفه المصالح العلمي شدة الطيار المارف موصل مقاومته 1 قوم وفرق جود من طرفيه 1 فولت الفولت فرق جود من طرفيه موصل مقاومته 1 قوم يامور به طيار شدة 1 أمبير أول ما تلاقي بيقولك هو شدة الطيار يبقى العنبيه أول ما يقولي هو فرق جوده يبقى الفولت مثال إحسب مقاومة موصل يامور به طيار كهربائه شدةه 10 أمبير فرق جوده من طرفيه 20 فولت هتقولين المقاومة بتساوي فرق جوده على شدة الطيار يبقى العنبيه 20 على 10 فيه الاتنين مسألة مباشرة تطعيل لو قال لي في الشكل المقابل هتلي قراءة الأميتر الاميتر احنا عارفين هو بيتشدد الطيار يبقى تيه بتساوي جيم على مي طب الجيم بكما مستر الجيم باربعة جيم بستة آسف ستة فولت والميم اللي هي المقاومة واحد ونص يبقى ستة على واحد ونص فيها الاربعة بكده احنا الحمد لله خلصنا اخر جزء عندنا لحد ما انا هتشهر مارس ان شاء الله لو فيه اي مشكلة هننتواصل مع بعض ونحل اي مشكلة تقبلنا شكرا وكل سنة وانتم طيب